اشتركوا في القناة والمرهمة المخصصة لعلاج البثور بامتياز ازالة اثار اقلام التلوين من على الجدران يذهب الاباء الى الاعتقاد بان يعطى الاولاد علبة اقلام التلوين واوراق بيضاء كفيل بتشتيت انتباه الاطفال ومنح الاباء وقتا كافيا لاخد حمام سريع الطبخة وتناول القهوة لكن ما يجهله الاباء هو ان الاطفال ملعون بالرسم في كل ارجاء المنزل معدل اوراق البيضاء يعتبر معجون الاسنان الحال الامثل لازالة اثار اقلام التلوين من على الجدران بحيث يتم وضع كمية قليلة منها على فرشة الاسنان ويتم التنظيف بطريقة دائرية الى ان يزول تماما كل رسم غير مرغوب فيها تنميع الصنابير المطلية بالكرام اذا نفيدت لديك المواد الملمعة فان بإمكان معجون الاسنانان يحل محلها فكل ما عليك فعله وضع كمية كافية من معجون الاسنان على الصنبور المراد ازالة الترسبات عنها واستعمل قطعة قماش خشنة لتوزيع الكمية على الصنبور باكملها وفركه لبضع دقائق ثم بعد ان تغسل الصنبور بالماء النظيف ستحصل على صنبور نظيف ولامع تنظيف وتلميع الاحذية القديمة اذا كان لديك موعد مهم ومفاجأ وارد تلميع حذائك بأسرع وقت ممكن فاترك ذلك لمعجون الاسنان بحيث كل ما عليك فعله ووضع كمية صغيرة من معجون الاسنان على فرشة الاسنان وتنظيف الحذائي بحركة دائرية بعد ذلك نظف حذائك باستعمال قطعات قماش النتيجة حذاء جديد لامع وتفوح منه ريحة النظفة والانتعاش تنظيف المغسلة من منا لم تسقط من فرشته كمية من معجون الاسنان على المغسلة وسرعان ما يحدث ذلك يشعر الشخص بالإشميزاز والقرف فيقوم بصب الماء مباشرة عليه ويزيلها لكن ما يجهله العديد هو انه لو تم توزيع معجون الاسنان على المغسلة باستعمال اسفنجا وترك لمدة قصيرة بدل ايزالتها ستصبح المغسلة لامعة وخالية من الترصبات وذلك ليان معجون الاسنان يعمل على ايزالتها بسرعة وفعالية من العجيب كيف انه باستطاعة صدفة صغيرة صنع العجيب ايزالة ريحة الحليب القوية من رضعة الاطفال اذا رسقت بالتفل فمن المؤكد انك سبق وتركت بقايا الحليب في رضعة التفلك ليلة كاملة مما ينتج عنه انبعاث ريحة قوية ومزعجة من الرضعة في اليوم الموالي الى درجة تفكيرك بالتخلص من الرضعة واقتناء واحدة جديدة لكن قبل ان تبتر مالك في ذلك فكر في تنظيف الرضعة باستعمال معجون الاسنان لان هذا الاخير يعتبر جد فعال في ايزالة ريحة الاتناء للحليب الفاسد معجون الاسنان يجعل مجوهرتك الانماصية تتلألأ من منها لا يعشق بريق الانماص غير ان بعض الاشخاص لا يتوفرون على مال كاف لقصناء المنظفات الخاصة بالمجوهرات لكن لا بس بحيث ان معجون الاسنان يستطيع القيام بعمل نحصا من المنظفات المشهورة عالميا اليك الطريقة استخدم فرشات اسنان قديمة ضع معجون الاسنان عليها وابدأ بتنظيف المجوهرات ومن الافضل ان تستعمل زاوية الفرشات حتى تتمكن من تنظيف الاماكين العميقة عند الانتهاء نظف المجوهرة بماء نظيف وستذهلك النتيجة بإمكان معجون الاسنان يجعل اقرصك المدمجة تشتغل من جديد يكره الجميع تلك الخدوش الصغيرة على الاقرص المدمجة التي تتلف فيلما او لعبا لكن بدل ان تلقوا بالقرص على الجدار لشدة غضبكم بسبب عدم اشتغالها استخدموا كمية ضايلة من معجون الاسنان وقطعة قماش قطنية ناعمة لتنظيف القرص وحل المشكل حماية وتنظيف شاشة الهاتف اذا لم تكن تتوفر على شاشة اضافية حامية للهاتف فمن المؤكد انك تعرف كيف تتراكم الخدوش الصغيرة على شاشة هاتفك بسرعة هائلة بدل انفاق الكثير من المال لتغيير شاشة هاتفك ضع معجون الاسنان على الشاشة ونظفها مستعينا بقطعة قماش جافة حتى لا تعرض هاتفك للتلف ثم استخدم قطعة قماش نظيفة اخرى لازالة معجون الاسنان النتيجة شاشة لمعة وخالية من الخدوش البارزة ازالة رايحة الطعام من اليد اذا كنت صيادا او قمت بقطع البصلة فمن الصعب التخلص من الريحة القوية والمزعجة من يدك بحيث تدم هذه الاخيرة لأيام ان لم نقلها سابعة الحل بسيط استخدم معجون الاسنان لتنظيف يديك وستحصل على يدان نظيفة تنبعة منهما ريحة الانتعاش بدل رائحة مصنع للأغدية شكرا على المشاهدة انعشبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية تابعنا ايضا على حسابتنا في مواقع تواصل الاجتماعية عبر الروابط اسفل الفيديو